قالت الرئاسة الروسية الخميس إن أي مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا يتم فيها إقصاء روسيا سيكون مصيرها الفشل وأكد المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أن روسيا تجدد في كل مرة موقفها الذي يعتبر أن لا معنى لأي مسار تفاوض بشأن أوكرانيا بدون روسيا مشددا على أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا وتكرارا انفتاح روسيا على المفاوضات يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة السويسرية الأربعاء أنها ستستضيف مؤتمر أن رفيع المستوى يستمر يومين في جوان بهدف تحقيق السلام في أوكرانيا رغم أن روسيا أوضحت أنها لن تشارك في المبادرة أولا علينا أن نفهم ما الذي يتحدثون عنه هناك وما هو نوع سيغة السلام هذه والأمر الثاني هو أننا قلنا مرارا وتكرارا إن عملية التفاوض بدون روسيا لا معنى لها وهي في الواقع بلا جدوى إنها عملية تفاوض بلا هدف